من أروع الغصص قصة الوزير المهلبي هالشخص فقير جدا واشتد عليه فقره وسافر وبطريق السفر اشتهال لحمة وما قدر اشتريه من فقرة كتب هالبيتين ألا الموت يباع فأشتريه فهذا العيش مال خير فيه ألا الموت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه إذا أبصرت غبرا من بعيد وددته لو أنني مما يليه ألا رجم المهيمين نفسه حر تصدق بالوفاء عن أخيه ولما سمع البيتين صاحبه اللي يعب السفر عن خاطره راح اشتراله ونفسه صاحبه بغير راح اشتراله لحم بدرهم لحم بدرهم ولو تشويه ما بقاملنا شي المهم شوه وكله وجبرا لخاطر صاحبه في السفر على هالبيتين لأنه كان مضايق المهم مري الأيام مري السنين وصير المهلبي وزير عند الخليفة قبل ما في وزير مالي على طول حاكم وزير وزير يدير كل شي وسبحان الله تقلبي الدنيا فيه صاحبه اللي شراله اللحم وصار فغير المهم سمع فيه أخبار صاحبه المهلبي إنه صار وزير وحاب بني يروح له المهم راح له بعد ما راح له قال بيدخل عليه قال الحاجب ما تدخل علي هذا وزير قال لي بعطني ورقة أبي يكتب عليها كلام ودخلها على الوزير قال تمام كتب عليها بيتين قال ألا قل للوزير فدته نفسي مقال مذكر ما قد نسيه أتذكر إذ تقول لضنك عيش ألا الموت يباع فأشتريه وكتب بعد على ظهر الورقة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما يتحبه وأمرها بسبعمية درهم وأكرمه وشاف لعمل يترزق الله منه ونستفيد حكمتين من هالقصة أن صنائع المعروف لا تنسى وأهم حكمة نتعلمها أن الفعل أو الكلمة الطيبة للإنسان في حال كسرها وضعفة فإنها تجبر خاطرة مثل ما قام ساعد الرشيدي تجبر حطام الخاطرة المكسور وتقويه وتزيد من همته وفي الختام تصل الله عنه بي